الاهلي مفيش جوايز تاني هناك جائزة مفتقدة الكابتر رمضان صبحي كان يستحق جائزة وبجدارة يفكروا فيها ايه هي يعني يفكروا فيها ايه هي لكن لا يمكن تجاهل ما يقدمه الكابتر رمضان صبحي في 2019 بالزاد؟ اصهامه مع المنتخب مع المنتخب ومع النادي الاهلي والتطوير اللي حصله واحد الامال الكبيرة جدا ان يبقى عندك دلوقتي تريزيجي وصلاح وتريزيجي ورمضان صبحي والنهارده بنفرح جدا ما يتقال ان طارق حامد موجود في القائمة كان موجود طارق حامد وعلاء في الاستفتاء دا اه يعني انا بتوقف عند الناس اللي النهارده تبقى تسعد ان موجود في القائمة النهائية بتاعت مهما انتقادنا احيانا بعض الحاجات لكن لا لكل مجتهد ان يأخذ نصيبه المستحق كنت اتماني ان يكونوا هناك جائزة معرفش هما مفكروش ان يعملوا جائزة يعني وبعدين افضل افضل برا بيعملوا بقى افضل بديل وافضل صاعد وافضل معلش كويس كده واشواش عاملة حاجة كويسة لكن ايضا كان هناك استفتاءات معرفش يعني